اشتركوا في القناة والخاص بالنقل انتاعو للمستشفى هذا والعيادة الموجودة في جرونوبل بفرنسا لعلكم تابعتوا في المدة الاخيرة ظهور انتاعو في التلفزة الجزائرية عدة مرات وكانوا يظهروا فيه على انه تحسنت الحالة الصحية انتاعو بل فيه بعض الصحف اللي تحدثت عن امكانية وقوف بوتفليقة بعد مدة وكان في هذه التسجيلات اللي كانوا يظهروا فيها في التلفزة الجزائرية يستقبل في بعض الوزراء ورؤساء الحكومات والرؤساء وإلى غير ذلك من الشخصيات وكأنه الجزائر راها في حالة عادية جدا ما كان حتى حاجة يعني تشير من النوبة في الإقارة ومريض كان اعتقد ظهور انتاعو الأخير بالمناسبة انتاعو أول نوفمبر وكذا الزيارة انتاعو للمسجد الأعظم في العاصمة كان ظهر في هذه الزيارة الأخيرة المتعلقة بالمسجد بصورة شاحبة لعلكم الناس اللي تبعوا هذا الأمر أرهم شاهدوها على كل هال فيما بعد يعني صاحفة محلية تذكر من أنه بوتفليقة راها في جرونوبل للسلطة الفرنسية ولا السلطات الجزائرية وكأنه هناك تواطئ لعدم إعطاء معلومات حول الصحنة بوتفليقة ومن حقنا كجزائريين هو أنه نطرح أسئلة حول الموضوع أولا السؤال اللي يطرح روحه وهو سؤال منطقي كيفاش بوتفليقة يدشن والله يروح يزور المسجد ويروح بالمناسبة انتاع أول نوفمبر حسب التسجيلات اللي داروها في التلفازة راح للمقام الشهيد ويظهر من خلالهم هو من أنه راه استعاد إلى حد ما صحن تاعه في المقابل يغيب عن الحدث الرئيسي اللي هو أول نوفمبر المعتد يعني من خلال البروتوكولات هذيك اللي دائما نديروها هو أنه الرئيس يحضر في القصر انتاع الشعب ويجيوا السفراء ويجيوا الأعضان تأسيلك الدبلوماسي ويجيوا إلى غير ذلك من الشخصيات الوطنية الفنية الأدبية إلى غير ذلك يجيوا دائما يديروه بالمناسبة انتاع أول نوفمبر هذا الاجراء الروتيني المقول في ان يديروه بالمناسبة انتاع أول نوفمبر يعني لو كان هو راه في الصحة جيدة علاش هو ما يستقبلش الوفود هذي اللي جات بالمناسبة انتاع'SA ونوفمبر ويستقبلهم سلال هذا السؤال لولي المنطقي اللي يطرح روحه هذا وش يبين يبين من أنه بوتفلقة ما وش في وضع عادي بالتالي هما كانوا يتحاشوا الاحتكاك انتاعوا بالجمهور لأنه الاحتكاك انتاعوا بالجمهور راه ورايح يخلي إذا كان راه الخبر محصور في نطاق معين راه ورايح يشيع الخبر من أنه راه في حالة يرث لها وتظهر الاعراض انتاع المرض بالعين المجردة للناس اللي يراهم حواليه يعني في المناسبة هذه انتاعوا نوفمبر إذن هما تحاشوا هذه المسألة مباشرة بعدها ينقل بوتفلقة حسب ما نقلت هذا الصحيف المحلية إلى قرنوبل السؤال اللي يطرح روحه أيضا لماذا قرنوبل لماذا تحديدا قرنوبل علش يعني هل ترى كين مرض وهذا المرض لا يعالج إلا في المدينة انتاع قرنوبل وقرنوبل ما يش مدينة كبيرة رانا عايشين في فرنسا كون قال مثلا راه وراح الباريز أو قال ليون أو قال مثلا تولوز من المدن الكبيرة هذه اللي راه موجودة في فرنسا وقال راه مستشفيات منيش عارف أنا متطورة وربما كين بعض الأشياء حتى مش موجودة في باريز ممكن ممكن قال راه وراح للمدينة كبيرة قرنوبل ميش مدينة كبيرة لماذا هو ينقل لهذه العيادة في قرنوبل وحتى قيل من أنه هذه العيادة خاصة مش حتى يعني تابع الـ ياسيدي ما عليش قال راه عنده طبيب خاص كما قيل في بعض وسائل الإعلام من أنه هذا الطبيب راه وكان موجود في باريز ولما انتقل هذا الطبيب لغرنوبل بالتالي هو راه يتبع طبيب انتاعه هذا راه رئيس مش طبيب مش مواطن عادي هذا راه رئيس بن قوسين مش مواطن عادي قال مثلا رايحين يعقبوا علينا هذا الحكاية لو كان جرى مواطن عادي ما عنده لا جاه ولا سلطان ولا مال ولا معرفة وقال كان طبيب انتاعه وراح كان يدوي في باريز وراح هو القرنوبل قال هذا راه رئيس بن قوسين راه مقدرين يجيبوا له الطبيب انتاعه هذا اللي راه في قرنوبل يديوه للجزائر ويعالجوه في مستشفى عين النعجة والله في مصطفى باشا والله في اي مستشفى والله يجيبوه للبيت انتاعه اذا كان رام يقولوهما من انه هذه الفحوصات هي عادية اذا المعلومات هذه المنتشرة معلومات خاطئة وهذه الاسئلة اللي حنو رانا نطرح فيها راه تطرح في روحها لو كان ذرك هو راه كين كما راه مدير الرؤساء كما راه مدير الحكومات في العالم قال مثلا راه مرض رئيس وهذا المرض هذا مش الانسان اللي يتحكم فيه اي انسان راه يقدر يمر واي انسان قادر يموت كين بعض من الناس اللي راه مدرك مثلا ااا ينتظر في الموت انتاع بتفليقة منهم اللي راه يطمح على جلبه يجي فيما كانوا وراء ايس او قادر تموت انتاع قبل ما يموت بتفليقة الأعمار بيد الله مش الإنسان اللي يحددها إحنا لما رأنا نتحدث في هذه الأشياء ما رأناش نستغله في المرض نداعه على جلبش إحنا نحدث ضجة والله بالبالة في البلاد أرأنا نتحدث كمواطنين لأنه هو وراءه يتحدث باسم الجزائر وإحنا جزائريين من حقنا على جلبش ندفع إلى بلادنا ومن حقنا على جلبش نعرفه هذه المسائل راح لقرونوبل يا سيدي فرضا من أنه هذه الأمور راح عادية راح هو يدير قلف حوصات طبية عادية في جرونوبل واختار هو هذه العيادة الخاصة سيدي وراءه يعرف الطبيب هذا عنده معرفة معاه خاصة حبه هو يدوي ثم عادي يا سيدي المشكلة وينراها لماذا ما كانش قال مثلا ناطق رسمي باسم الرئاسة ولا باسم الحكومة ويعطي تقرير كيف ما راح من الرؤسة وكيف ما راح من الحكومات قال مثلا يا سيدي مشي كل ربع ساعة مرة على مرة راح النشر عندكم يا سيدي متى هدرش في وسائل الإعلام هذه الأجنبية راح كين التلفز الرسمية خليوا هذه القنوات الرسمية هي تعطي المعلومات الصحيحة والدقيقة على الوضع انتعو مشي تبلعيط تبلعيط انتع الشعب يعني وين قال وراني نشوفه في مواطنين ولما راني نتحدث ما ليش نتحدث من رازي أنا عندي ولد أختي الان راحوا على فراش الموت الان الان راني نحدث فيكم راني اليوم 12 نوفمبر 2016 راحوا على فراش الموت يعني يديوه له السيروم يديوه له يحوسوله على السيروم يديوه له للدار تعو بيعلجوه في الدار تعو مستشفى ما كانش فيه 2016 يعني راني على أبوب 2017 وفيما ينقل هو لفحوصات عادية لقرنوبل بالأموال تعشاب من حقنا كمواطنين هو أن نتسأل علاش لماذا هذا الفحوصات الطبية في جرنوبل هذه المليارات اللي رأيها تسيح تذهب يمينا وشمانا ويبينوا في الجزائر على أنها قوة إقليمية وقوة كذا ومن بعد نشوفه هذه الأشياء الطيح كما يقولوا الشي تليبر هذيك سقوط حر لتبين من أنه الدولة للأسف شديد هذه الأمور هذه الأمور تبين من أنه هذا النظام يتعامل مع الشعب كأنه قاطع تغنم كأنه الناس لا تفهم ولا تعلم ولا تعرف ولا أكذا ولا أكذا إلى هذا الحد وإن أنه نشوفه دورك هنا ناس يروح إلى هذا الحد يعني صار الاستخفاف بالعقول تعال ناس لكن جات يعني هذه الناس هذو اللي رأهم في السلطة ديرين اعتبارا هذا الشعب يزيد يرأهم كل فين واحد ناطق رسمي قال وزير الاتصال مثلا رأهم كل مرة يدير ندوة صحفية يزيد يرأهم مسأل انت عبلاد هذا رأهم موش عادي موش مواطن عادي قال رأهم رأهم رضوا واحد مع البالو بي هذه رأهم صورة الجزائر صارت مشوه صارت الناس تدير في الابلاق تدير في النوكت رأيس معاق في كرسي ومازال في هذا الحالة وفي هذا الوضعية هو في جرنوبل هو ما رأهم هو بعث فخامة الرئيس رسالة الرئيس الفلاني وهو الرئيس الفلاني بالمناسبة انتاع العيد انتاع البلاد انتاعهم وهو نح شخصية الفلانية وهو عين شخص الفلاني شكون اللي رأوا يصير في هذا البلاد هذه الناس رأيس رأيس مستعاملين الكاشين انتاعه ورأي يصير في هذا البلاد يعني البارح كانوا يجيبونا في هذا الناس المحكمة اخوة رأنا على مقربة وعلى ايام من 2017 في الوقت الناس اللي رأها في الابتداء رأهم يستعاملوا في الطابلات ورأهم يستعاملوا في العالم ولكن رأكم تخاطبوا في ناس رأها في فرنسا رأها في امريكا رأها في المانيا رأها في دول متطورة رأنا نشوف احنا يا سبحان الله ترع انت في حي حي تخرج منه الصباح لأشياء تلقى سجر نايف بالظل انتعو نستخدم 24 على 24 مستشفيات كيفاش رأكم شفتوا في هذه المدينة قرنوبل ما يوالو مقارنة بمدن كبرى يعني مثل الليون مثل تولوز ومثل مرساي ومثل يعني المدن كبيرة مكان والو وجايبين يمروا في بعض الامور هكذا الى متى حتى ذلك غدوال ما يموت نسمعو في الفيسبوك ونسمعو في القنوات الاجنبية المفترض التلفزة الوطنية هي المرآة انتاع الشعب هي المرآة انتاع دول الجزائرية وهي اللسان اللي تعبر بالأوجاع انتاع المواطن الجزائري الى هذا الحد وانتم تصرتوا تتلعبوا بالناس يا سبحان الله في غياب هذه المعلومات الرسمية تكثر الاشاعة وتكثر الحرب النفسية ويكثر الاستغلال ركما تشوفوا في ناس رأى تستغل في هذا الحدث انتاع المرض انتاعه وتغرس في الاشاعات كالناس اللي رأى يستغلوا فيه اعلاميا على جلب هما قال رأى يطمح للرئاسة ويطمح على جلب هو يوصل بطريقة اخرى والمواطن رأى يبحث لانه هذا الامر رأى يمس السيادة انتاع البلاد انتاعه يمس الامن انتاعها يمس المستقبل انتاعها ولو انه رأى من ناس ما على بالهم كي الناس اللي رأى ما على بالو يستنى في الامر تربح وربما لانه يظهر المورال رأى والتي بالبال لا بالبلاد هذه لتحرقت ولا ربت ولكن هناك الناس يحترقوا على البلاد لذلك الاخوة والاخوات اللي راكم تسمعوا فينا ما لازمش تسمعوا للإشاعات والناس هذو اللي راهم في السلطة عليكم بتنوير الرأي العام لانه اذا حدث شي يعني ذرك مثلا الاعمار بيد الله والمعلومات راها تخرج ما راكم في الجزائر اللي ربما تقدروا تحاصرها راهم في جرونوبل كينين جزائريين اللي راهم موجودين ثم واحد راهم عنده صاحبه طبيب واحد عنده صاحبه عساس واحد عنده صاحبه معلبي شان كذا والمعلومات تخرج وما تقدروا تحاصرها كما تحاصروا المعلومات في الجزائر والمعلومات تخرج بطريقة او باخرى وتسرب في هذا المواقع اللي ما عندكم ش السيطرة عليها أربما تقدروا تسيطر على الناس اللي راهم في الجزائر لكن الناس اللي راهم خارج الجزائر ما تقدرش تسيطر عليهم بالتالي المعلومات counters تأكد Take-Up معلومات الرسمية في القنوات الرسمية وفيما بعد سيطرطار شعب ينزع في الثقة منكم كل يوم وخلاص وفيما بعد خلاص لما تروح الثقة يقول للمواطن هو لا يثق في المؤسسات على باله بالي رأي القناة التلفزة هو رأي يشوف في بوتفليق رأي في جرونوبل ومي بي يقول له فيه من أنه رأي بعث رسالة المعنى بيشنا هذا المواطن رأي يثقه في التلفزة رأي يثقه في وسائل الإعلام رأي يثقه في المسؤولين ينتعو من بعد وش رأي يثقه رأي يثقه يسحب الثقة وهذا الشيء اللي رأي يثقه فيه المواطن وركم تشوفوا يأتي واحد بضحك يديه ضحك يضحك له يعرف كيف يحشيله يديه خطر علاه في غياب الوعي لما ما يكونش هناك وعي هذه المسؤولين تعمل مسؤولية الإعلام مسؤولية الدعاة مسؤولية السياسيين شوفنا احنا ذوق الولاة السياسة وولاة الشيتا ضرب انتع بروسا وسياسة وولاة دراهم مجي معه واحد لأنه عنده دراهم والسياسة مجي معه واحد لأنه يعرف يضحك ويعرف يدير الفكاهة وين رأي من المثقفين وين رأي من الأدباء وين رأي من الفلاسفة في البلاد وين رأي من العلماء مخليين المواطنين هكذا هاملين هذا يديهم مننا واذا يديهم مننا هذا يديهم مننا وهذا يديهم مننا نعود نكرر والله العظيم لو كني لقيت ناس رأي من يتحدثوا والله العظيم من نقول كلمة رأينا مضطرين على جل باش نتحدثوا مرة على مرة باش نساهموا في تنوير بعض الإخوة اللي رأي من يثقوا فينا وتلي والله العظيم من تكلم كلمة ما ناش مشتاقين كلام ورأي الواحد اللي فيه يكفيه المهم كانت هذه مداخلة بسيطة حول صحة نتعبد في اللقاء أنا ما نكذبش عليكم ما عنديش معلومات كيف ربما رأي من البعض هكذا ينشروا مرة على مرة كأنه مراهم على اتصال بقيادة الأركان وبالرئاسة ما نش من نوع هذك راني نتابع في الأمر مثلكم ربما إذا تفضل بعض الإخوة هكذا من المدينة نتعى جرنوبل والله من المدن اللي قربة لها تفضلوا هكذا ينورونا بعض المعلومات أو بعض الأشياء شافوها راهت دور ثم قال راني شفنا سيارات مثلا نتعى ناس فعلا تابعين للرئاسة وراني شفنا بعض الشخصيات وقال راني شفنا أخوه ورانا كذا معلومات هكذاك تجيك هكذاك ولكن المعلومات الرسمية واحد ما لبلوا بها غير الناس اللي راههم ثم راههم معهم في المرميطة وهذا الناس هما الواضح من خلال الشي اللي راههم يسوقوا فيه عن طريق وسائل الإعلام ما مش حابين الناس تعرف الحقيقة وتعرف المعلومات الدقيقة ما مش حابينها راههم ربما ينتظروا في الوفاة انتاعوا الله أعلم المهم احنا كجزائريين الجزائر كانت موجودة قبل بوتفليقة وستستمر بعد بوتفليقة أو غيره أسعدك يا فعل الخير يا سادك يلي صرحت الشعب انتاعك يسعتك يلي كنت صافي مع الشعب انتاعك راه الشعب راه غدواء راه يتبنك راه رايح هو اللي حظنك وراه رايح هو اللي فيما بعد يدفع عليك سواء كنت حي ولا كنت ميت هم كان الناس اللي راههم ماتوا وراه تاريخ تحم راه يحكي وكاي الناس اللي راههم أحياء ولا واحد على بلو بهم هذا باختصار المداخل انتعي ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان شكرا لكل اخوة اللي كانوا يتابعوا فينا نلتقي ان شاء الله في تسجيل اخر الى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم رحمة الله وبركاته